كلام طويل لأمير المؤمنين يخبر به حذيفة بن اليمان وهو من خواصه سأذهب إلى موطن الشاهد لأنني لا أملك وقتا طويلا كان في نية أن أقرأ بعضا من كلام الأمير لكنني سأقف عند هذه الكلمات الأمير يقول صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من الغيبة لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة و طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 144 أمير المؤمنين يقول لحذيفة بن اليمان إن علمنا أهل البيت لذا إذا ما أذيتم في سبيلي نشر هذه الحقائق وأقول لأبنائي وبناتي وأخواني وأخوتي الذين تغلق قنواتهم على الإنترنت من قبل الأموال التي تدفع من النجف تغلق قنواتهم على الإنترنت وتغلق مواقعهم و يعانون ما يعانون في جهاد مرير في التبليغ لفكر محمد و آل محمد على الشبكة العنكبوتية أقول لهم اسمعوا ماذا يقول أمير المؤمنين لحذيفة بن اليمان اسمعوا تدبروا وتبصروا و أعرفوا أن الطريق هو هذا إذا اخترتم هذا الطريق فهذا الطريق لا بد أن تدفع ضريبته الغالية لأنه طريق غالي الثمن هذا هو طريق الذهب طريق البرنامج الذهبي الأمير يقول إن علمنا أهل البيت سينكرونه من الذين ينكرونه قطعا بالدرجة الأشد و بالدرجة الأسوأ حينما يكون الإنكار من قبل مراجع النجف من قبل مراجع الشيعة من قبل الشيعة أنفسهم إن علمنا أهل البيت سينكروا و يبطلوا أبطلوا تفسير أهل البيت بقذارات النواصبي ما جاءونا به من علم رجال أو علم أصول أو علم كلام إلى بقية الخراء ولا أقول الهراء إلى بقية خرائهم الذي تبنوه و ملأوا عقولهم به و بعد ذلك تقيأوا به و ألقوه في عقولنا في عقول الشيعة فجعلوا منهم حميرا و قالوا لهم ديخ و سارت الحمير على رسلها إن علمنا أهل البيت سينكروا و يبطلوا يبطلونه و تقتل رواته يقتلون بسفك دمائهم أو يقتلون بإهدار سمعتهم و قتل السمعة أشهد من قتل النفس بإهدار دمها فإن الإنسان يقتل في كل ساعة بقتل سمعته بينما قتلة سفك الدم هي مرة واحدة إن علمنا أهل البيت سينكروا و يبطلوا و تقتل رواته و يساءوا إلى من يتلوه بغيا و حسدا قطعا هذا لا يكون عند الوهابية فالوهابيون لا يحصدون من يتلو أحاديث أهل البيت الحديث عن الشيعة كل هذا الحديث في الجو الشيعي يمكن لو أن الكلام انتهى إن علمنا أهل البيت سينكروا و يبطلوا و تقتل رواته نقول من أن الأمويين من أن العباسيين من أن الظالمين عبر التاريخ قتلوا رواته حديث أهل البيت و يساءوا إلى من يتلوه يتلو الحديث يتلوه بشكل علني مثلما جاء في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأمويين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و ماذا يترتب على ذلك و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يساء إلى من يتلوه بغيا و حسدا هذا هو واقعنا هذا هو الواقع الشيعي أعيد قراءة النص عليكم الأمير هو الذي يقول إن علمنا أهل البيت سينكروا و يبطلوا و تقتل رواته كما قلت لكم إما بسفك الدماء و إما بهدر السمعة و يساء إلى من يتلوه من يتلو هذا الحديث و هذا العلم بغيا و حسدا و هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي لا أريد أن أحدثكم عن تجربتي تجربتي طويلة 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 جدا مرارا أقول إذا أردت أن أحدثكم عن تجربتي أحتاج إلى سبعة أفلام هندية من الأفلام الهندية الطويلة القديمة فلا أدري هل أنوح على ما مضى أم هل أنوح على ما أنا فيه أم هل أنوح على ما سيأتي إن علمنا أهل البيت سينكر و يبطل و تقتل رواته و يساء إلى من يتلوه بغيا و حسدا تعالى و ترجمة نانسي قنقر